موسيقى 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 الرئيس السيسي يبحث مع رئيس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سبل التعاون في مجالات الحوكمة والتنمية المستدامة خلال استقباله رئيس مفاوضية الاتحاد الافرقية رئيس السيسي يؤكد تطلع مصر لاستمرار التعاون والتنصيق مع المفاوضية لدفع العمل الافرقي المشترك موسيقى مصر تواصل مساعيها لتحقيق التهدئة في الأراضي الفلسطينية وإيصال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة الثالثة مساء بتوقيت القاهرة الثانية عشرة بتوقيت جيرونج نشرة الإخبارية المفصلة تأتيكم من التليفزيون المصري أهلا بكم موسيقى 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 إنني أدعو كافة الأطراف إلى علاء لغة العقل والحكمة والالتزام بأقصى درجات ضبط النفس وإخراج المدنيين والأطفال والنساء من دائرة الانتقام الغاشم والعودة فورا للمصار التفاودي موسيقى هو أكد ضرورة عدم تحمل الأبرياء تبعات الصراع العسكري وهو ما يستوجب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني موسيقى تلقى الرئيس عبدالفتاح سيسي اتصالا هاتفيا من بيدرو سانشيز رئيس حكومة إسبانيا دولة الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي وخلال الاتصال أكد رئيس سيسي ضرورة تكاتف المجتمع الدولي نحو ضمان وصول الخدمات والمساعدات الإنسانية المقدمة لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة فضلا عن الدفع نحو التعامل مع الأسباب الجذرية للتصعيد من خلال التوصول إلى حل عادل وشمل ومستدام للقضية الفلسطينية وصرح متحدث الرئاسة بأن الاتصال تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة حيث أعرب الزعيمان عن القلق البالغ من استمرار وثيرة العنف المتصاعدة ومصاحب ذلك من تدهور للأوضاع الأمنية والإنسانية في القطاع على نحو خطير كما أكد الزعيمان ضرورة تنصيق الجهود الدولية لحث الأطراف على انتهاج مسار التهدأ بهدف الحيلولة دون فقدان المزيد من أرواح المدنيين الأبرياء ومنع امتداد تبعات الأمنية للصراع إلى المنطقة برمتها تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس القبرصي نيكوس خريستو دوليتس وذلك في إطار التشاور المستمر بين الرئيسين فيما يتعلق بمستجدات الأوضاع الراهنة في قطاع غزة خلال الاتصال تم التوافق بشأن الخطورة البالغة للموقف بالنظر إلى حدة تداعيات الإنسانية على المدنيين فضلا عن تبعات توسيع دائرة الصراع على استقرار المنطقة وقد استعرض رئيس سيسي في هذا الصدد الجهود الحثيثة التي تقوم بها مصر على مسار التهدأ وكذلك فيما يتعلق بتقديم ووصول المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة تعد مصر هي الدعم الأكبر للحقوق التاريخية للأشقاء في فلسطين ولطالما أكدت القاهرة على ثوابتها الخارجية بشأن دعم الأشقاء الفلسطينيين في دولة مستقلة وفي المقابل كانت هناك مخططات لتوطين الفلسطينيين في سيناء ما تنبهت له الدولة المصرية مبكرا جدا فسارعت إلى تنمية سيناء وتعميرها ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية دكتور حامد بعد التحية تواصل مصر جهودها على مصار تحقيق التهديئة ووقف إطلاق النار بتواصل مع الأطراف الإقليمية والقوى الدولية وهو ما يتضح من حرص قادة العالم على التواصل مع القيادة المصرية والاستماع لوجهة نظرها كيف تقيم وترى هذه الجهود أهلا بك يا سيد يوسف وأهلا بالدكتور دينا وبمشاهدي التلفزيون المصري طبعا دعني أؤكد لك أن منذ اللحظة الأولى بتتحرك الدولة المصرية من قبل وقف العدوان والعمل وبشكل كبير مع شركاءها الإقليميين والدوليين لتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وإصال المساعدات الإنسانية العاجلة لكي يعيش هذا الشعب الذي يتعرض لكل أنواع الجرائم جرائم إبادة جماعية عقاب جماعي تهجير قصري هدم منازل هدم بنية تحتية وقوع الكثير من الضحايا وبالتالي الدولة المصرية تحركت على هذا المصار وهذا ليس بدور جديد على الدولة المصرية ولكن منذ تولي الرئيس السيسي لسودة الحكم في العام 2014 تعرض قطاع غزة لأكثر من ستة اعتداءات متكررة لم تنجح أي دولة في العالم في وقف الأدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة في هذه الحروب إلا الدولة المصرية وتحركت بشكل كبير من خلال مفاوض جيد وحكيم ورشيد يعلم خطورة استمرار هذا الصراع بشكل كبير وبالتالي شهدنا التهافت الكبير من القوى الدولية سواء الأمريكية إيطالية فرنسية وغيرها من الدول الكبيرة كندا ألمانيا كلها الدول والتي لديها علاقات استراتيجية مع الدولة المصرية بالتهافت على أن تكون هناك دور حقيقي للدولة المصرية في التوصل إلى وقف إطلاق النار وفتح مسارات تفاوضية جديدا بعيدا عن الرؤية القديمة التي أكدت مرانا وتكرارا عن الدولة المصرية أنه لا سلام ولا أمان لإسرائيل إلا بإقامة دولة فلسطينية عادلة على حدود 67 وعصمتها القدس الشرقي مصر أعلنت بوضوح خلال اليومين الماضيين موقفها إزاء تطورات في الأراضي الفلسطينية وخصوصا تجاه مسألة التهجير وحذرت من خطورة هذا المصار على القضية الفلسطينية وأمن واستقرار دول المنطقة وأن التأخر في حل القضية ربما يدعو الأطراف إقليمية أخرى للدخول في هذه الحرب وهذه النزاعة كيف ترى موقف دول العالم من هذه النقطة تحديدا نقطة التهجير؟ يعني في ظن متقديري أن الدولة المصرية دائما ما كان لها نظرة استباقية لهذه الأحداث لأن استمرار هذه الأحداث بهذا الشكل هو ما أوصلنا إلى ما نحن فيه الآن من انسداد أفق سياسي وتحول الصراع إلى صراع عسكري على الأرض وعمليات متبادلة في ظل أن المقاومة الفلسطينية كبدت قوات الاحتلال الإسرائيلي هذه المرة الكثير من الخسائر وأصبح لها أن يبحث قرقية تؤلم الجانب الإسرائيلي هذه من ناحية من ناحية أخرى أن إسرائيل تسعى بشكل كبير إلى تنفيذ مخططاتها الشيطانية في محاولة تهجير قصري لشمال قطاع غزة الذي يقدر عدد سكانه شمال القطاع حوالي 1 أو 1 من 10 مليون نسمة والاتجاه بهم إلى جنوب غزة ثم بعد ذلك التحارف باتجاه تناء والضغط عليهم بكل الوسائل الغير شرعية والغير قانونية لتهجرهم إلى سناء ولكن الدولة المصرية كانت واضحة وحاسمة في التعامل مع هذا الملف وقالت بالحرف الواحد أن السيادة المصرية غير مستباحة أن الأمن القومي المصري خط أحمر ولا يمكن أبدا أن تسمح مصر للمخططات الإسرائيلية بالقفض على السيادة المصرية وتتم مواجهة ذلك بكل حسم وبالتالي رؤية حقيقية مصرية وتنصيق هذه المواقف مع الإدارة الأمريكية لكي تعود القضية المصرية مرة أخرى إلى سدة المشهد الدولي ولكن من خلال آليات جديدة وده اللي أكدت عليه الدولة المصرية من خلال دعوتها لعقد قمة إفليمية ودولية السبت القادم وطرحية كدير جدا من كل دول العالم للمشاركة في هذه القمة هذه القمة سيكون لها مخرجات محددة سيكون هناك محاولة وبود آليات للتنفيذ على وقع الأرض العمل على خفض التصعيد وإنهاء حالة الحرب على قطاع غزة ستعيب كل قوة إلى تنفيذ مبدأ حل الدولتين لأن إسرائيل سبت بالدليل القاطع الحاسم أنه لا أمان ولا استقرار لدولة إسرائيل إلا بأقام الدولة الفلسطينية عادنا في سياق حديثك دكتور حامد عن القمة المرتاقبة وهناك زخم سياسي في العالم في كل المؤسسات الدبلوماسية على مستوى العالم في رأيك هذه المرة هل ستسفر هذه المباحثات أو هذا الزخم السياسي أو الحركة السياسية الدائرة الآن عن اختراق لملف الأزمة الحقيقي والذي أشار إليه السيد الرئيس عبد الفتح السيسي وهو أن الأزمة مستمرة منذ زمن ويجب التعامل مع أصل هذه الأزمة يعني رؤية مصر هي دائما رؤية صائمة يعني القادة السياسية أشرت بشكل واضح أنه لا بد من البحث في أسباب وصول هذه الحالة إلى ما نحن عليه الآن تظل وجود الآن يا أستاذ يوسك متغيرات دولية في المشهد في المنطقة ليست فقط في المنطقة العربية ولكن في الشرق الأوسط بشكل كبير أولا حالة من الاحتقان الشديد لدى كل الشعوب العربية لأن المخطط الإسرائيلي ظهر بقبح كبير من أنه يريد تفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها وتصفيت هذه القضية وهو ما لن تسمح به الدول العربية ولا حتى كل دول العالم لأن ذلك لا يتوافق مع قرارات الشرعية الدولية ولا قرارات مجلس الأمن ولا حتى من الناحية الإنسانية لأن شعب كهذا العدد من الشعب في خطأ غزة أكثر من 2.5 مليون نسمة أين سيذهبون وفي ظل حالة كبيرة من السقط الدولي والشعبي الكبير على حكومة الاحتلال الإسرائيلي النقطة الأخرى خطور التحول الصراع بشكل كبير إلى حرب إقليمية وتدخل كثير من الأطراف الذي سيجعل المنطقة تشتعل بشكل كبير وتصبح كرة السلجة التي تكبر وبرميل برود ينفجر في أي لحظة وكان هناك تصرحات واضحة جدا من وزير خارجية إيران أن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تلجم إسرائيل إن أرادت أن لا يكون هناك حرب إقليمية في المنطقة وده مؤشر خطير أيضا لأن يكون هناك أطراف إقليمية تتدخل في هذا الصراع بالإضافة إلى أن هذا الشكل من الصراع على واقع الأرض يظهر وبقوة أن هذه بيئة خطة لانتشار التنظيمات الإرهابية وتغذية الصراعات وفقد الدولة الوطنية قوتها وده يؤثر بشكل كبير ليس فقط على منطقة الشرق الأوسط ولكن على كل دول العالم نعم نعم الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية كنت معنا هاتفيا شكرا جزيلا لك أكد العاهل الأردني الملك عبد الله ثاني أن استقبل اللاجئين خط أحمر وأكد العاهل الأردني خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد في برلين مع المستشار العلماني أولاف شولز أكد أن محاولات التهجير القصري للفلسطينيين والتسبب بنزوحهم أمر مرفوض سيدفع بالمنطقة إلى كارثة أخرى وبحسب وكالة الأنباء الأردنية فقد ذكر العاهل الأردني في تصريحات له أن مئات الآلاف غزة لا يستطيعون الوصول إلى الخدمات الأساسية ناشد المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور ناشد الدول الأعضاء بمجلس الأمن بالاسترشاد بقواعد القانون الدولي الإنساني وأن لا يرسلوا رسالة مفادها أن حياة الفلسطينيين غير مهمة جاء ذلك عقب رفض مجلس الأمن تبني مشروع القرار الروسي الذي يدعو الوقف إصلاق النار في غزة بعد أن صوت لصالحه خمسة أعضاء فقط وعارضته أربع دول وامتنعت ست دول عن التصويت وشدد منصور على ضرورة وقف الهجوم على الشعب الفلسطيني والسماح بالوصول الفوري للمساعدات إلى قطاع غزة ووقف التهجير الإجباري للفلسطينيين يعقد قادة لتحاد الأوروبي اليوم اجتماعاً يهدف إلى التوافق على نهج موحد تجاه الوضع في الشرق الأوسط وتصعيد الأخير بين الإسرائيليين والفلسطينيين كما ستبحث القمة تداعيات المحتملة الخطيرة على القرى من جراء الأزمة ويركز القادة في اجتماعهم على محاولة التخفيف من التداعيات المحتملة للأزمة وسط توقعات واسعة النطاق بهجوم إسرائيلي بري وشيك على غزة كما تستضيف العاصمة العمانية مسقط اليوم الدورة الاستثنائية الثالثة والأربعين للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربي ومن المتوقع أن تشهد فعاليات المجلس ببحث آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة فضل العدوان الإسرائيلي على الأشقاء الفلسطينيين اشتركوا في القرى استشهد عشرات الفلسطينيين في مجزرتين ارتكبتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلية في محافظتي الرافح وخان يونس جنوب قطاع غزة استهدفت طائرات الاحتلال منزلا بمحافظة رفح ما أصفر عن استشهاد ثمانية وعشرين فلسطينيا كما شنت طائرات الاحتلال سلسلة من الاستهدفات بمحافظة خان يونس ما أصفر عن استشهاد ثلاثة وعشرين فلسطينيا وإصابة خمسين آخرين هذا واستشد سبعة فلسطينيين وأصيب اثنى عشر في قصف إسرائيلي على منزل بدير البلح هذا وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وضفات الغربية إلى الفين وثماني مائة وسبعة وثلاثين شهيدا مذ بداية العدوان الإسرائيلي في السبع من أكتوبر الجاري وأوضحت الصحة الفلسطينية أن عدد المصابين ارتفع إلى اثنى عشر ألف شخص وبحسب الدفاع المدني الفلسطيني فإن أكثر من ألف شخص مفقودون تحت أنقاض المباني المدمرة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل في مختلف أنحاء القطاع ذكر مكتب حقوق الإنسان تابع للأمم المتحدة أن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة وأمر الإخلاء هناك يمكن أن يرقى إلى مستوى الجريمة الدولية المتمثلة في النقل القصري للمدنيين من جلبه حذر برنامج الأغذية العالمية من تدهور الأوضاع في قطاع غزة في كل دقيقة تمر مشيرا إلى أن مغزون الغذاء في متاجر القطاع يكفي أربعة أو خمسة أيام فقط أعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثمانية وخمسين فلسطينيا غلبيتهم عمال من قطاع غزة في الضفة الغربية وقالت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدرسة في مدينة حلحول شمال محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية واعتقلت من داخلها ثلاثين عاملا من قطاع غزة وكان العمال قد أكبروا على مغادرة أماكن عملهم في أراضي ثمانية وأربعين وتعرضوا للعنف والاضطهاد ولم يتسنى لهم العودة إلى القطاع كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة عشر فلسطينيا من أنحاء محافظة الخليل فيما جرى اعتقال ثلاثة عشر آخرين من محافظة بيت الأحمى ومن محافظة نابلس الشمالية جرى اعتقال فلسطينيين اثنين أحدهما أسير محرر بعد مدهمة منزليهما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر عقد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اجتماعا عبر الفيديو كونفرنس مع فيليب لازاليني المفوض العام للأنروا تناولى الاجتماع صورة الوضع الإنساني في غزة بما في ذلك لاحتياجات المطلوبة على نحو عاجل قبل انهيار الوضع وتدهوره إلى أزمة صحية وإنسانية شاملة غير مسبوقة واتفق الطرفاني خلال الاجتماع على أن الحرب الجارية على المدنيين في غزة دون أي قواعد وبلا أي اعتبار للقانون الدولي الإنسانية هذا وقالت وكلة أونروا أن عدد النازحين من غزة بلغى ما يقرب مليون شخص منذ بدء التصعيد منهم أكثر من أربعمائة ألف يقيمون في منشآتها وأضافت الوكالة أن غالبية النازحين انتقلوا إلى الجنوب ولكن لا يزال هناك نازحون في المناطق الشمالية من القطاع الذي يعاني عدم وجود طعام وشراب ووقود وأدوية وأي نوع آخر من المساعدات وأكد تومى أن أي وكالة تابعة للأمم المتحدة لم تتمكن من إدخال أي إمدادات إلى قطاع غزة ودعت الرفع الفوري للحصار للسماح بتقديم المساعدة الإنسانية أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وصول مجموعة من المتطوعين الشباب لمعبر رفح يأتي ذلك استعدادا لدخول المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الأستاذ محمد سيف عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يعني بداية وبعد التحية ماذا عن وصول الجهود والمساعدات الإغاثية والمساعدات الإنسانية إلى معبر رفح الآن وأيضا وصول المتطوعين من جانب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي خلينا في البداية برحب بحداتك يا فندم وبرحب بالسادة المشاهدين يمكن يا فندم منذ انضلاع الحرب الدائرة طبقا لتوجهات سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلقت قافلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بأكتر من 110 سيارة نقل كبيرة محملة بكافة المواد الغذائية اللازمة والمستلزمات الطبية اللي في النهاردة إخواتنا في غزة محتاجينها نتيجة انهيار المنظومة الطبية اللي موجودة هناك ونتيجة النهاردة الحرب الإبادة اللي بتشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أشقائنا في كطاع غزة يمكن زي ما حضرتك متابعة خلال الساعات الماضية وصلت القافلة إلى معبر رفح وفي انتظار دخولها وتسلمها من خلال متطوعين التحالف الوطني إلى إخواتنا وأشقائنا في فلسطين نعم ما الإجراء الذي يلي وصول المتطوعين إلى معبر رفح؟ فندم المتطوعين من أول دقيقة وهما مع القوافل معها دقيقة بدقيقة مصممين على أن هما يوصلوا الأمانة إلى إخواتنا في فلسطين المتطوعين كلهم على قلب رجل واحد خلف الدولة المصرية وخلف القيادة المصرية ويمصممين أن النهاردة كافة المواد الإغاثية تصل إلى مستحق فيها في غزة من خلال متطوعين نعم هل هناك ترتيبات أخرى من جانب التحالف الوطني للعمل الأهلية التلموية لوصول المساعدات الإغاثية أخرى؟ هناك ترتيبات يمكن تمت قبل كده كمان من خلال القوافل اللي كانت في كافة محافظات مصر والتبرع بالدم زي ما احنا عارفين طبعا حجم الإصابات والوفيات كبير جدا في قطاع غزة والانهيار للمنظومة الصحية هناك فطبعا إحنا جاهزين إضافة كمان أن كافة المستشفىات المصرية في العريش جاهزة لاستقبال الضحايا طور فتح المعبر نعم أشكرك شكرا جزيلا محمد سيف عضو التحالف الوطني للعمل الأهلية التلموية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وبالعودة للخبر الأبرز حيث استقبل الرئيس السيسي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي مسافقي حيث أكد الرئيس السيسي تطلع مصر لاستمرار التعاون والتنسيق الوثيق مع المفوضية الأفريقية لدفع العمل الأفريقي المشترك في مختلف المجالات كذلك استقبل الرئيس السيسي ماتياس كورمان سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية استقبل السيد الرئيس عبد الفتح السيسي مسافقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن السيد الرئيس رحب بزيارة السيد فقيه إلى القاهرة للمشاركة في خلوة المبعوثين الخاصين في أفريقيا لتعزيز السلم والأمن على مستوى القارة معربا عن تطلع مصر لاستمرار التعاون والتنسيق الوثيق مع المفوضية الافريقية لدفع العمل الافريقي المشترك في مختلف المجالات لسيما بالتركيز على قطاعات التكامل الاقتصادي والاندماج الاقليمي والسلم والأمن والإصلاح المؤسسي للاتحاد والتعاون مع الشركاء الدوليين من جانبه أكد السيد فقيه أهمية مصر واثقة لها في القارة الافريقية معربا عن تقديره للجهود المصرية للمساعدة على تعزيز الجهود التنموية لأشقائها بالقارة فضلا عن الحرص على الإسهام في صون الاستقرار الأمني والسياسي بالقارة بما في ذلك من خلال استضافة خلوة المبوثين الخاصين الافريق وتقديم الدعم الموضوعي واللوجستي الكامل لإنجاحها حيث تمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب المتنوعة للمساهمة في تسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام كما صرح المتحدث الرسمي بأن اللقاء تناول التباحث حول تطورات مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والقارية ومستجدات عدد من النزاعات بالقارة الافريقية وجهود تسويتها سياسيا وفي مقدمتها الوضع في منطقتين الساحل والقرن الافريقي إلى جانب الأوضاع في السودان الشقيق كما استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد ماتياس كورمان سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن السيد الرئيس أشاد بمستوى التعاون القائم بين مصر والمنظمة مؤكدا الأهمية التي توليها مصر لتعزيز هذا التعاون بما يتسق مع خطط التنمية المستدامة لمصر في إطار رؤية مصر 2030 فضلا عن توفير الدعم الفني لبرنامج الإصلاح الاقتصادي على مختلف محاور في ظل سعي مصر للاستفادة من السياسات المختلفة للمؤسسات الدولية ذات الخبرات المتميزة في هذا المجال من جانبه ثمن سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التعاون المثمر مع الحكومة المصرية معربا عن الاعتزاز بكون البرنامج القطري لمصر الذي تم التوقيع عليه عام 2021 يمثل أكبر برنامج من هذا النوع في تاريخ المنظمة وذلك في ضوء ما تتمتع به مصر من فرص ومزايا نسبية على المستويين الاقتصادي والتنموي وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض سبل تعزيز التعاون بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام في مجالات مثل الابتكار والتحول الرقمي والحوكمة ومكافحة الفساد وتعزيز الإحصاءات والمتابعة والتنمية المستدامة التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي المديرة تنفيذية لشركة يونيتد انرجي صونج يو وخلال اللقاء أعرب مدبولي عن ترحيبه بالشركة وتقديره لرغبتها في الاستثمار في مجال انتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وكذا مجال انتاج كولوريد البوتاسيوم من مياه البحر مشددا على دعمه الكبير لتوسع الشركة في تلك المشروعات بما يخدم السوق المصري كما لفت مدبولي إلى أهمية الإصراع بتنفيذ مشروع انتاج كولوريد البوتاسيوم بما يسهم في الاحتياجات المحلية لمصر كبديل عن الاستيراد وتصدير الفائض للخارج من جانبه أكد المدير التنفيذي للشركة الرغبة في توسيع استثمارات الشركة في مصر مشيرا إلى توقعه أن يوفر مشروع انتاج كولوريد البوتاسيوم 3000 فرصة عمل التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع رئيس شركة تشاينا انرجي سونج هايلينج وذلك على همش فعاليات منتدى الحزام والطريق لتعاون الدولية أكد مدبولي خلال اللقاء لاهتمام بتعزيز مستوى التنصيق والتعاون مع الشركة والاستفادة من الخبرات والإمكانات التي تمتلكها معربا عن ترحيبه برغبة الشركة في توسيع نطاق مشروعاتها في مصر مثل مشروع بناء وتحديث قرية البضاء الجديدة بمطار القهرة الدولية بقيمة استثمارات تصل إلى 700 مليون دولار في سياقنا متصل أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين والدعم المتبادل بين البلدين في القضايا المختلفة وخلال لقائه رئيس مجلس إدارة شركة تيدا تشو ديفو أشار مدبولي إلى أن التعاون المصري الصيني يمثل أساسا راسخا لدفع العلاقات الثنائية وفي مقدمتها التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة لافتا إلى ترحيب مصر بطلب تيدا توسيع منطقتها الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بإضافة ثلاثة كيلو مترات مربعة لتنفيذ عدد من المشروعات الإضافية من جريبه أكد رئيس الشركة أن منطقة تيدا تعد مشروعا محوليا واستراتيجيا في إطار مبادرة الحزام والطريق ومنصة متميزة للتعاون بين مصر والصين وكذا مموذجا للتعاون الصيني الأفريقي كما شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مرسم توقيع اتفاقية إطارية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع شركة شاينة انرجي لإنتاج الواقود الأقدر وتوقيع مذاكرة تفاهم بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة يونيتد انرجي لإنتاج كلوريد البوتاسيوم تستهدف لاتفاقية الإطارية إقامة مشروع لإنتاج 1.2 مليون طن من الأمونيا الخضراء و210 ألف طن من الهايدروجين الأقدر سنويا باستثمارات تصل إلى 6.7 مليار دولار بالمنطقة الصناعية بالسخنة فيما تهدف مذاكرة التفاهم لاستثمار في إنشاء وتطوير مجمع لإنتاج كلوريد البوتاسيوم بحجم استثمارات متوقعة تصل إلى 8 مليار دولار وفي هذا السياق أكد رئيس الوزراء اهتمام مصر بالتوسع في إقامة مشروعات الطاقة الخضراء وإتحت المزيد من المحافزات جذبا للاستثمارات لهذا المجال الواعد لافتا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت أحد أهم مراكز إنتاج الطاقة الخضراء شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وتحالف شركات تشيان للهندسة الكهربائية وشبكة كهرباء جنوب الصين الدولية وهواوي تكنولوجي وذلك في مجال رفع كفاءة أنظمة توزيع الطاقة وتقليل الفقد في الكهرباء جاء ذلك على هامش مشاركة رئيس مجلس الوزراء نيابة عن الرئيس السيسي في الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي والمنعقدة بالعاصمة الصينية بكين كما تأتي مذكرة تفاهم في إطار الجهود المستمرة للدولة في تطوير شبكات توزيع الكهرباء لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمشتركين كما أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قدمت نموذجا للتعاون الاقتصادي مع الاستثمارات الصينية وخلال مراسم توقيع أربع اتفاقيات جديدة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعاصمة الصينية بكين مع المطور الصناعي الصيني تدى مصر أوضح مدبولي أن مصر استطاعت أن توفر البيئة المواتية للمشروعات الصينية في مختلف المجالات الصناعية المستهدفة من الجانبين التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي برئيس مجلس إدارة شركة هواوي لينجهوا على هامش فعليات منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي وأكد مدبولي خلال اللقاء اهتمام مصر بتعزيز مستوى التنسيق والتعاون مع شركة هواوي والاستفادة من الخبرات والإمكانات الهائلة التي تمتلكها وذلك في ضوء اهتمام مصر بقطاع الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات في الوقت الحالي واشدد مدبولي على اهتمام الحكومة بمسألة توطين التكنولوجيا في مصر وتدريب العمالة المحلية وتوفير فرص عمل في السوق المصرية كما شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مرسم توقيع اتفاقية إطارية بين شركة ميناء القهرى الجوي ومجموعة جزحوبا الصينية المحدودة للتعاون في تقديم مقترح حول أعمال الهندسة والمشتريات والبناء والتمويل لتطوير مدينة مطار القهرى للشحن الجوي والمناطق اللوجستية يأتي ذلك على هامش مشاركة رئيس الوزراء نيابة عن الرئيس السيسي في الدورة السالثة لمنتدى الحزام والطريقة للتعاون الدولي بالعاصمة الصينية في كين وبمجب هذه الاتفاقية تعحدت شركة ميناء القهرى الجوي لشركة مجموعة جزحوبا الصينية المحدودة بأعداد مقترح خاص بأعمال الهندسة والمشتريات والبناء والتمويل لتطوير مدينة مطار القهرى للشحن الجوي والمناطق اللوجستية اشتركوا في القناة اطلقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمنسق الوطني للبرنامج القطري هالا السعيد اطلقت البرنامج القطري لمصر وذلك بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبحضور ماتياس كورمان سكرتيري عام المنظمة زميلة جرمين ابراهيم ورسلة التلفزيون المصري وفتنا بالمزيد في هذه الرسالة نعم بعد التحية نتابع معكم تفاصيل اطلاق البرنامج القطري تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء هذا البرنامج الذي جاء بالتعاون بين وزارة التخطيط ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية يعد هذا البرنامج القطري هو برنامج وطني لانه ناتج عن التعاون بين الحكومة المصرية ومنظمة عالمية كمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وايضا تعد مصر الدولة الرابعة في تصميم ووضع برنامج قطري في المنظمة والذي يعد أيضا البرنامج الأكبر داخل هذه المنظمة نظرا لأن به عدد كبير من الموضوعات واللجان والفعاليات المتدخلة جاءت الأهمية الاستعانة بهذه المنظمة وهي منظمة التعامل والتعاملات الاقتصادية في وضع البرنامج القطري مع البدء في وضع برنامج الإصلاح الاقتصادية في عام 2016 في مرحلته الأولى وأيضا مع إطلاق المرحلة الثانية في عام 2021 وهذا الإصلاح الذي يمتد في هذه المرحلة لمدة خمس سنوات متتالية فبالتالي ويشمل طبعا ما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية من هنا جاءت أهمية الاستعانة بهذه المنظمة العالمية لوضع برنامج قطري بالتعاون مع الدولة المصرية إذا تحدثنا بشكل أكثر تفصيلا عن محاور البرنامج القطري فهو يتمثل في خمسة محاور بها أكثر من خمسة وثلاثين مشروع هذه المحاور هي محور النمو الاقتصادي الشامل والمستدام ومحور الابتكار والتحول الرقمي أما المحور الثالث يتمثل في الحوكمة ومكافحة الفساد إلى جانب محاور الإحصاءات والتنمية المستدامة بشكل عام يتفق ويتصق هذا البرنامج مع جهود الإصلاح الاقتصادي وفي إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ويأتي في إطاره عدد كبير من المشروعات متحدث كما ذكرت عن أكثر من خمسة وثلاثين مشروعا منهم أكثر من عشرين مشروعا تم بالفعل العمل عليه خلال الفترة الماضية وتم وضع خطوات مستقبلية لاستكمال العمل متحدث في إطار هذه المشروعات متعلق بوثيقة سياسة ملكية الدولة والتي تهدف إلى إدارة الأصول المملكة للدولة بشكل أفضل أيضا تهدف إلى جذب الاستثمارات ومشاركة القطاع الخاص نتحدث أيضا عن برامج الحماية المجتمعية ومنها المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة هذه المبادرة التي تساهم في تحسين حياة المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية وبشكل خاص الريف المصري أيضا في إطار هذا البرنامج ما تحدث عن مشروعات التي تتعلق بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وما يأتي في إطاره من زيادة الوعي بتنظيم النسل وأيضا تمكين المرأة ودعم المساواة بين الجنسين وغيرها من المشروعات الاقتصادية والتنموية وأيضا المشروعات التي تتعلق بالتحول الرقمي فيأتي هذا التعاون من أجل وضع السياسات المستقبلية وتحقيق التنمية في مختلف المجالات أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو افتطحت أعمل الدورة الرابعة عشر للخلوة رفيعة المستوى للمبعوثين والممثلين الخاصين في إفريقيا حول تعزيز السلم والأمن والاستقرار في القرى والتي تصدفها القاهرة على مدار يومين بالتعاون بين وزارة الخارجية ومفوضية الاتحاد الإفريقي ومركز القهرة الدولية لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام وفي كلمة له أوضح السفير حمدي سندلوزا نائب وزير الخارجية لشؤون الإفريقية أن مصر كانت صاحبة مبادرة تتشين هذه القلوة عام 2010 مؤكدا حرص مصر الدائم على دعم جهود صون السلم والأمن وتحقيق الاستقرار في إفريقيا منوها بالحاجة لإعادة سياغة مقاربة قرية من منظور شامل ومتكامل يعالج جذور النزاعات من جانبه أعرب الرئيس موفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه عن تخوفه من أن تؤدي السراعات إلى إضاءة مكتسبات السلام والتنمية مشددا على الحاجة لوضع حلول جذرية لمشكلات القارة وتفعيل مبدأ الحلول الإفريقية أشاد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي بالطفرة العمرانية الكبرى التي حققتها مصر في السنوات الأخيرة بفضل رؤية الثاقبة والمستنيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي جاء ذلك بمناسبة زيارة العسومي مع وفد برلماني رفيع المستوى من البرلمان العربي إلى العاصمة الإدارية الجديدة حيث تفقد الوفد مقر مجلس النواب والمسجد الكبير والحيا الحكومي والحيا الدبلوماسي إلى جانب المرافق الاستثمارية والاقتصادية تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات في تلقي اعتراضات المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024 وحددت الهيئة اليوم والغد لتلقي الاعتراضات وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من هناك الزميل كريم بيبرس مراسل التليفزيون المصرية كريم بعد التحية صفلي المشد لديك وماذا عن اعتراضات المرشحين للرئاسة تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين بالفعل كما ذكرتم فتحت اليوم الهيئة الوطنية للانتخابات أبوابها من التاسع صباحا وتستمر حتى الخامسة مساء لاستقبال طلبات الخاصة بالاعتراضات للمرشحين لذلك منذ صباح اليوم بدأت الهيئة الوطنية بالاستقبال إذا جاء أي أحد من المعترضين ولكن حتى الآن حتى هذه اللحظة لم يتقدم أي من كان بأي اعتراضات للهيئة الوطنية للانتخابات خصوصا بعد أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات بالأمس عن القائمة التي تمت بالفعل الموافقة عليها ضمن المرشحين المحتملين الذين تقدموا بأوراقهم وأيضا في بيان للهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت عن الأسماء المرشحين وأعلنت أيضا عن عدد التسكيات من مجلس النواب لكل مرشح وعدد أيضا المؤيدين لكل مرشح وهم أربعة مرشحين تقدموا بأوراقهم للهيئة الوطنية للانتخابات وكان المرشح الأول هو السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تقدم بأوراقه وحصل على أكثر من أربعمائة تسكية من مجلس النواب وأكثر من مليون مؤيد تلاه بعد ذلك السيد فريد زهران المرشح المحتمل بثلاثين تسكية من مجلس النواب وأيضا السيد عبد السند يمامة بسبعة وعشرين تسكية من مجلس النواب وأيضا الأخير وهو السيد حازم عمر بستة وأربعين تسكية من مجلس النواب وأكثر من ثمانية وستين ألف مؤيد هذه الأرقام التي أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات وتتلقى الاعتراضات خلال اليوم وغدا وبعد ذلك في التاسع عشر والعشرين من أكتوبر يتم الإعلان عن الاعتراضات وكيف تم التعامل معها وتستمر الاعتراضات والتظلمات على مدار شهر أكتوبر حتى الثامن من نوفمبر والتاسع من نوفمبر تبدأ الحملة الانتخابية بعد الإعلان بشكل رسمي عن القائمة النهائية للمرشحين في الثامن من نوفمبر لتبدأ الانتخابات الرئاسية 2024 في الأول من ديسمبر في الخارج وفي منتصف ديسمبر في الداخل نعم أشكرك شكرا جزيلا كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصرية التقى المرشح الرئاسي المحتمل ورئيس الحزب المصري الديمقراطية الاجتماعية فريد زهران مع رئيس اتحاد الناشرين المصريين سعيد عبدو وعدد كبير من الناشرين والمهتمين بصناعة النشر في مصر وبحضور عدد من قيادات الحزب وأعضاء حملة المرشح تطرق الحوار لرؤية المرشح فريد زهران تجاه القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتعامل مع الأزمات الحالية كما ناقش الحاضرون الأزمات التي تتعرض لها صناعة النشر والحلول التي يطالب بها الناشرون استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بمقرها الخبير الاقتصادي ونائب رئيس مجلس الوزراء السابق زياد أحمد بهاء الدين وخلال اللقاء أكد رئيس الحملة الرسمية المستشار محمود فوزي الحرص على الاستماع إلى رؤية أصحاب الخبرة ومحبي الوطن المخلصين لافتا إلى أن الدولة بذلت جهدا كبيرا خلال السنوات التسعة الأخيرة للنهض بالاقتصاد رغم الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها العالم من جالبي أشهد بهاء الدين بالبنية التحتية القوية التي تمت إقامتها في مصر لتسهم في جزب الاستثمار إلى حياة كريمة حيث تشهد مركز كفر سعد بضميات تنظيم قافلة طبية شاملة على مدار يومين وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين شملت القافلة توقيع الكشف الطبي على المواطنين بالإضافة إلى تحويل حالات حرجة لتلقي العلاج بالمستشفى وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة كما تم تنفيذ عدد من الندوات التفقفية بالإضافة إلى صيدلية لصرف العلاج بالمجان بها أكثر من 160 نوعا من الأدوية من غط القافلة النهاردة بكل التخصصات الطبية المختلفة حوالي 12 تخصص موجود معنا معنا فريق طبي على أعلى مستوى من الأطباء والتمريد والفنيين والإداريين كل ده بيقدموا الخدمات في القافلة بشكل مجاني الـ 12 تخصص الموجودين معنا مختلفين زي البطنة، زي الأطفال، الرمض، العظام، الجلدية، الأنف والأذن، الجراحة، الأسنان، النساء، تنظيم الأسرة عملوا تحليل شامل مجانا أطبئنت على كل حاجة عرفت السكر، نسبة السكر، نسبة الضغط بعد كده رجعت للدكتورة كشفت عليها طبعا بناء على التحليل وكاتبت العلاج المناسب جيت وقعت تذكرة بالمجان ورحت كشفت بطنة هنا وبعدها عملت تحويل العظام وحللت أنميا وصرفت العلاج بالمجان الحمد لله ناس طيبين وقاموا بالواجب وكل حاجة ويكشفوا علينا ودلنا العلاج احنا بنذكر كل مسؤول اللي بعطلنا القافلة دي ومشاء الله، تبارك الله، فحص بأمانة ما شفناهاش في العيادات الخاصة انتهت أخبارنا وهذه تذكرة بالعناوين الرئيس السيسي يبحثه مع رئيسه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سبل التعاون في مجالات الحوكمة والتنمية المستدامة خلال استقباله رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقية رئيس السيسي يؤكد تطلع مصر لاستمرار التعاون وتنسيق مع المفوضية لدفع العمل الأفريقي المشترك ومصر تواصل مسعيها لتحقيق التهداء في الأراضي الفلسطينية وإيصال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة وصلنا إلى ختام نشرة الثالثة دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة